اشتركوا في القناة ايجيك تخفيف جو وتلطيف جو ده السهل وعباره على المعلمات اخوي الغالي وقت الغالي المتتاليات من اسمها سهلة شوف طريقة تحل لو ايش هي متتالية برو بتعلم في الحزازير كانوا نطعون على الفيسبوك يعني تلقيك في ارقام اثنين خمسة ثمانية اهداعش ايش البعدي نفس النظام هون عنين تحذر ولكن سنة القلوب بديعطيك مع التحذير تكونك باني علم وفهم عشان تحل بطريقة فخمة كثير اخوي الغالي بداية بسألني سؤال بيحكيلي جد الحدود الثلاثة التالية اللي يكون مما يلي بدي حدود الثلاثة التالية اول شيء لاخوي الغالي واختي الغالي لبرول فخمة كثيرة دائما بين حدود لما انتقل من حد لحد يا جمع يا طرح يا ظرب هذا المتعارف عليه يا ايش يا جمع يا طرح يا ظرب نبلش نحلل للسؤال تحليل علمي وفخمة كثيرة بسم الله نبدأ اخواني واخواتي الغالي اول رقم معطيني اثنين فجأة صار خمسة بعدين صار ثمانية بعدين صار هداش اوش بقول اسعى ما جاء انا مخي الرقم قاعد بزيد اكيد مش طرح تفكيري يا جمع يا ظرب خلنشوف من اثنين لخمسة لو بدني جاء الجمع زاد ثلاث وبرضه من خمسة لثمانية اوه زاد ثلاث بينات ستقاعدة ومن ثمانية لأهدعش زاد ثلاث بقول له بينات انت قاعد بتزيد ثلاثات فتعالوا خنكمل حل مع بعض اهدعش زيد ثلاث اربع عطعش زيد ثلاث اربع عطعش الفنديمنتة لأخوي فنديمنتة اللي عمل لي هاي سبع عطعش وزيد لي ثلاث شو بتصير وبتصير عشرين وخلصنا قال هذا الدرس يا ابو ايزا بيحنا حلينا اشياء مرعبة يرحم ايام افبع تجيب قسمي طويل ومش عارف ايش الدندر رخضناها زمان هذا كثير سهل انعيد اوه شهل بتحط لرقام اذا بدك او تم تحط لرقام لحالك شوفت قاعد شو بتزيد زيادات بزيد ثلاثات بعرف ان النمط النمط انه زياد ثلاثات انماط ننتقل للسؤال اللي بعد اخوي الحبيبي ثلاث صارت ستة صارت اتناعش وصارت اربع عشرين اخوي دعديك شغلين اذا الرقم قاعد بيكبر اعرف انه ضرب اذا الرقم عنده قاعد بيكبر يعني بزيد زيادة شوي اعرف انه ضرب لانه الجمع والطلح الجمع يعني زيادة خليكي درجات ثابتة اما الضرب تجيب نط بفحج الثلاثة كيف صارت ستة ضرب بمين ضرب بثنين والستة كيف صارت اتناعش ضرب بثنين والالتناعش كيف صارت اربع عشرين ضرب بثنين ايوه ترى بينات اي ثلاث ستة الليوم نحصه نصر قحة ونصر شرح بعينك والله اي اربع عشرين عن جدد اجواء مش طبيعية اخوي الكل مريض يعني عن جدد هسنا نادر نشوف واحد مش مريض الكل مريض انتم مريضين زي ولا مش مريضين لا انشاء الله تكون مش مريضين انشاء الله تكون بأحسن الحال اخوي الغالي اخت الغالي الفخمة كثير تعال هنا الثلاث لمسارة الستة انضربت بثنين وهنا انضرب بثنين فإنما التاعي بيّن النظر كله ضرب بثنين ضرب بثنين ضرب بثنين هسنا نكمل نطلع ثلاث حدود طبعا لازم اروح لأخوي الغالي كثير اخوان بدأ عرفكم على ثاني أفخم حدب الأردن يعني بعدية طبعا اللي هو الآل الحاسبة هاي لو لها بنضيع أخوي هاي لو لها كنا نضيعنا تعالوا مع بعض خنطلع ثلاث حدود الجاية 24 ضرب بثنين بتسيل 48 48 ضرب بثنين بتسيل 96 96 هاي اللي حاسبة 96 96 ضرب بثنين بتطلع عندي 192 وهيك منكون خلصنا الثلاث حدود اللي بده إياها أخوي اللي بعده السؤال الثالث نطلع نتسلى عندها تحصل لعب لعب الثمانين صار 73 إن ملحوظ إنه قل فأقول له أكيد طرح أكيد مش تضرب ولا جميع أخوي أخوي صحصح صحصح عشان الله كان ثمانين صار 73 وصار 66 أوه شغل من ثمانين لثلاث سبعين نقصنا نقصنا سبعة وبعديها نقصنا سبعة وتعال خلنق السبعة أنا وإياك ونطلع ثلاث حدود 66 نقص سبعة 59 59 نقص سبعة 52 52 نقص سبعة بتطلع 45 تمام يا برو فالأنماط جدو سهلة في النوطع إذا قال لك بدي ثلاث حدود تالية خمس حدود تالية حدين تاليات الأمور كثير سهلة وكثير بتجيب اللي صغيرة أبا قال هيك حسا قال حاول إعمل جو إنه يعني بتولدن إنه قال أنا معدي قال لي واحد على ثلاث واحد على تسعة واحد على سبعة وعلى سبعة وعشرين قال لي كامل لأنماط ولو شغل أخوي أكيد الماط جاي كلها واحد على واحد على وهكذا إنسان لوحدات لأنه خاص هاي واحدات أشياء ثابتة أعدل го إذا رقم كثير كبر يعطي 'tダ ثلاث تسعة بعدين فحج سبعة وشرين لا هذا الفحجة أكيد ضرب أخوي انت ما طرت إلا في ضرب فأكيد ضرب مين؟ الله حيوه ضرب ثلاث ومتعب ثلاث فتعال ليجوا سنكمل الانماط ضرب ثلاثات بالله الحاسبة 27 ضرب ثلاث واحسن مين ضرب ثلاث إذا ما خاب بظني 343 ولكن خلنا سأكد ليطمئن قلبي واحسن مين ضرب ثلاث لا 200 200 اصلا اضعها بغض اختبار الكوي انا مش اضع 300 هي 200 بس انتو الحق عليكم خربطين 100% يلا ضرب ثلاث 729 729 بوسي عجبين أخوي الغالي على قلبي روح طالعوا لك هاي اسمها قبولات خالية من فتن مساء القلوب والله يجب درس بجنن فعليا ياريت احنا تمرمطنا ونقرأ احنا الوحدة هاي بعد اللاتنا هنقرأها واحدة عن جد كانت كثير صعبة ووحدة فخمي أخوي نشوف السؤالي بعده هسا السؤال هاته مين اللي ثابت مبين عندي البسط ولا المقام المقام فأكيد نمطي كله اثنينات انسى الاثنين هاي ندرس أرقامي اللي فوق أرقامي كانوا هاي خمسة على اثنين ليس مشكلة سبعة اثنين او لا حتى ولله بدون اثنين بحس انا ما اجدعي يلا خمسة سبعة تسعة اهدعش طب من خمسة لسبعة برو ايش يعمل زار اثنين وهنا زار اثنين وهنا زار اثنين وهي سبعة عشر اثنين والدرس اللي يزراح اللي بعده خمسة عشرة عشرين اربعين اه اذا الفحج زادت اذا الفحج زادت اكيد شو حيكون؟ في ضرب لانه مستحيل اذا كيف وصلت من خمسة الالبعين والله وانك ايش طب خمسة لما راحت لعشرة ضرب مين ضربناها؟ ضرب اثنين ومن عشرة لعشرين ضرب اثنين نكمل انماط اربعين ضرب اثنين هاي ثمانين وثمانين ضرب اثنين مية وستين ومية وستين ضرب اثنين ثلاثمية وعشرين واول فكرة بالدرس منكون ان هناها بطريقة الحمد لله كثير سهلة وكثير سلسة انماط امشي شوف النماط وكمل اخوي اللي بعده هذا قال هون اودي عادي الليفل بدي سوي حد انه قال درس الدرس الخامس بالوحدة الصعبة ايش قال لي؟ قال لي سؤال بسم الله ابين اذا كان المقدار الجبل المعطى بجانب كل متثالية يمثل حدا عاما لها ام لا ثم اصنف المتثاليات الى خطية او تربيعية او تكعبية ثم اجد الحد الحد الخامس والسبعين في كل منها اخوي رايحك وتريحني هاي متثالية بعطيك خلني احكي نمط او متثالية وبالاخير فيه زي كود فيه شيفرة بقول لي شوف لي هاي الشيفرة لهذا السؤال او لا كيف بدي عرفتها على فرجك خطوات الحل برول غالي على القلب او شغلة بتروع على ارقامك بتحط لين هون واحد لازم فوق واحد هون اثنين هون ثلاثة هون اربعة وهي قيم ان هاي قيم مين ان قل اسمع هاذا الكود البيعطيني على الجنب احنا نسميه حد العام قل هاذا الحد العام يمثل حد عام او مش حد عام كيف بدي عرف؟ تعال اقول لك او شغلة قطوات الحل بروع المتثالي تيعطي بسميها واحد اثنين ثلاثة اربعة حسب وشي معطيني بعدين بجيب اقول له هاي اللي فوق الارقام هاي قيم اني يعني اذا ان بتساوي واحد تعال خل نعوضها هون ونشوف الجوب تاعي بطلع اربعة ولا لا اذا طلع اربعة بتكون صح مية بالمية نعوض هاي ثلاثة بواحد زائد واحد هاي ثلاثة زائد واحد شو بتصير؟ اوف هاي اللي قولة تبطت بقول له والله نايس تعال خل نكمل الثانية نعوض الثانية اقول لما ان بتساوي ثلاثة بدي اتأكد ان هل هي بتطلع سبعة ولا لا ثلاثة بثنين مية ستة زائد واحد طلعت سبعة والله هي فخامة اتأكد من الثلاثة نشوف تعطينا عشرة ولا لا لما ان بتساوي ثلاثة هل تجواب عشرة؟ خلنا تأكد نعوض ثلاثة ثلاثة بدل ان ثلاثة زائد واحد ثلاثة بثلاثة تسعة زائد واحد شو بتصير؟ بتصير عشرة اوف بقول له والله معدي اخوي صح وشوف اخر واحدة اذا بعوض اربعة بتعطيني ثلاثة عشرة ولا لا ان يساوي اربعة بشوف هالجواب اطلع ثلاثة عشرة نعوض هناك اربعات ثلاثة في اربعة زائد واحد ثلاثة في اربعة اطنعش زائد واحد بتصير اوه والله زبطت بقول له مدامها زبطت نعم تمثل حد عام نشوف الصواج بحكيلي نعم وبين ان المقدار اذا كان المقدار جبل المعطى بجانب كل متزالية يمثل حدا عاما لها ام لا بقول له ثلاثة ان زائد واحد صح تمثل حد عام ايش هي؟ الثلاثة ان زائد واحد شو بقول له؟ اختبه هنا بقول اسمع الثلاثة ان زائد واحد تمثل ايش؟ حد عام حد ايش لان زبطت هذا الكود العطانية طلع 100% ثم اصنف شو شو هصنف؟ المتتاليات الى خطية او تربعية تكعبية قل لي صنف اللي هاي متتالية خطية او تربعية او تكعبية كيف راح اصنف تعال اقول لك برو بصنف المتتالية انها خطية او تربعية او تكعبية بناء على الكود المعطيني ايه على الان اذا ان قوة واحد بتكون خطية واذا ان قوة اثنين بتكون تربعية واذا ان قوة ثلاث بتكون تكعبية داني برو فاني بطل هون عندي ان او ان واحدة فهاي ان قوة واحد فبسميها خطية وشو بقول له؟ بقول اسمع هاي تمثل حد عام والمتتالية خطية والمتتالية شو ما لها؟ خطية برو تمام؟ والمتتالية شو بتكون خطية ونشوف السؤال اللي بعده هون برو ايحنا عادي بيعطينا ذلك المتتالية وبيعطينا بالاخير الكود ولهذا الكود حد عام او مش حد عام؟ كيف بدي عرفتها؟ لما نعيد مع بعض او شغلة خليك بس في مجال فوق عشان نعود بسمي هون واحد هون ثنين وهون ثلاث وهون أربعة ونجرل او هو تعويذ الواحد مصين بيعطينا أربعة ونسمع إن يسوي واحد よし أعوض إComm continue واحد تربية زي 3 واحد تربية واحد زي 3 what's esse ذبطت نعاوض الـ2 الزي 3 لهذا أم ساب��운 سبعة نجرل البعض ونجرل الـ3 يسوي ثلاث وبالكود إنتربيع تسعة ثلاث تربيع زائد ثلاث ثلاث تربيع تسعة ثلاث تربيع ثلاث أسع وآخر يسوي أربعة و took 19 أو لأ ولا تتخربها نعوض أربعةhor ثلاث تربيع زائد ثلاث ستتعشوي справ ثلاث وزيد ثلاثウ الوحي قلrat يعني إنتربيع زائد ثلاث تمثل حد عام هاي حد عام وقال لي هاي متتالية تاعتك اسم متتالية خطية متتالية تربعية ولا متتالية تكعبية قلنا بعرف من خلال الوس اذا عندي انتربيع شو بقولها بقوله ايوه المتتالية شو ما لها تربيعية ليش لانه عندي انتربيع وعلي بعده اخو يزم انتو يعني بدون اي مجملات الجيل 2008 والله انكو الجيل رهيب رهيب جدا يا اخي جيل فهمان جيل والله بنحب يعني جيل لا ينسى احنا صح الله كمعلمين في عنا هيك بعض الاجيال تكون اجيال هيك تب وخوالي عقل من كتير كتير ولكن جيل 2008 بهذه الاجيال اللي مكتسح فبرو اقسم بالله حب كبير لكم بيق بيق لف من السادة الراشد فعوري من السادة القلوب لأفخم جيل بالوطن وبالاردن كليات 2008 رب ان شاء الله فلحنا بيكم وشوفكم احسن ناس وباحسن لماكن وشوفكم باحسن مناصب تكاثري صبطونا بكرة تصبيطات هلو اسمايل واجواء مش عارف ايش صبطونا لدكتور انتو بياها بأنها خصمات وعروض اخوي يلا علي بعد اخوي تعالوا لي هنا برضو مرطيني سؤال قال لي شوف اللي هاي تمثل حد عام ولا والله درس اقسمها الجنة بتحس بدوش قرائي يعني بتاخذ حصة سماعي تشريك سريع باي باي على امتحان خش فلل واطلع تعالوا هنا خنسمي هاي واحد تأتيون علشان نوسع ثنين هاي ثلاثة وهي اربعة ونتساعد وتعاول مع بعض برن غالي اني سوي واحد خلنعبوهم اني سوي اثنين وهون اني سوي ثلاث وهون اني سوي اربعة ونشوف التعويضات آوذ الواحد هناك برغم نشوف هل هذا ضعawan ولمش حد عام نعوذ الواحد واحد تريع زائد واحد واحد تريع مرزا لواحد زائد واحد اثنين اوف هاي ٣ر GN جبطت نعود الثنين الثنين تربيع زائد واحد الثنين تربيع أربعة زائد واحد شو بتصير خمسة طلق دقيقة وأقول الأخوي أنت غلط توقع أنه مخربط هيا لازم تكيب اسمعوا نعدل عدوسية توقع هالسؤال الكتاب هاي تكيب هاي أنتكيب آه خلنا نعدل والله هاي أنتكيب نمسح نمسح عادي ممكن أن تكون غلط ستوقع سؤال الكتاب نشفت قبل شوي لا أنتكيب تمام نمسح نمسح لدينا ونعدي لعودة سؤال الكتاب صدع أنتكيب ماهي يجي هنا؟ الواحد تكيب مبضل الواحد خلص زائد واحد بتطلع اثنين هذان يجي هنا أنا آسف الاثنين تكيب بتصير ثمانية زائد واحد ستتسعة وهي تسعة صح نعوض الثلاث ثلاث تكيب سبع عشرين زائد واحد شو بتصير؟ ثمانية وعشرين هيا صح نعوض أربعة أربعة تكيب أخوي الحاسبي زائد واحد بقول له صح تمثل حد عام طب المتتالية شو ما لخطية تربعية تكعيبية بطل انت كعيب بقول له المتتالية المتتالية تكعيبية يزم يسعد دينك أخوي يزم بداع 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 شوف البعد وممكن تلاحي غلط الله علم نسمي واحد اثنين ثلاثة وهي اربعة يلا إني ساوي واحد بجهز الكودات تعوني يساوي ثلاثة ون يساوي ثلاثة نعوم الثلاثة ثلاثة نقص واحد كلها إني اريد هي صح هي صح أريد أن نقص ثلاثة نقص واحد ست نقص واحد خمسة نعوذي أربعة ثنين في أربعة نقص واحد ثمانية نقص واحد سبعة أخوي أستاذي يغير بصام المادة ليس كثير سهلة المادة بتجيبها الصغيرة ليس هنا القصة أخوي الوحدة الأولى أصعب الوحدة عندك الوحدة الأولى أطل الوحدة عندك الدوسيات الوزعين لكم إياها حجم الوحدة الأولى 62 صفحة وحجم الوحدة الثانية 28 صفحة نصفة الأولى كانت على جد وحدة فير أقولتي مش نار فير فتعالوا هنا هاي شو بقولهم؟ بقولهم صح تمثل حد عام تمثل ايش برو؟ تمثل حد عام طب هاي خطية ولا تربعية ولا تكعبية يزم الله هيك صح خطية ليش خطية برو؟ بقوله متلق عشان إن أخنيك القوة تال إن واحد هاي إن لحالة لو إن تربيع بقوله تربيعية أخوي علي بعده نشوف هنا هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة إن جاهز الكوداتس هاي إن واحد هط لي سامك إن ثنين هط لي سامك إن ثلاث هط لي سامك وفي عندي لأربعة وحط لي سامك إن أعوذ الواحد واحد تربيع يلا خنعوذ قال واحد تربيع نقص واحد واحد تربيع واحد نقص واحد صفر 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 الخنعوذ الخنعوذ به نقص واحد هاي أربعة نقص واحد ثلاث أف برضه صح نعوذ الثلاث ثلاث تربيع نقص واحد iko الثلاة تويل اثنين تربيع نقص واحد ثمانية أف برضه صح إنعوذ اربعة أربعة تربيع نقص واحد ستعاش نقص واحد خمستعاش يازم أخوذ بقوله صح تمثّل حدعام طب كم شو تكون اسم من المتتالية؟ شو اسمها؟ فأقول له متتالية تربيعية إذا قال لي ليش بسبب وجود الانتربيع يا السلام علينا خلص إذا خلينا نعمل هذا الجزء أول التافية طبعا الجزء كثير سهل والجزء الثاني نعمله فيديو نفس النظام قصير أتوقع هذا فيديو والله إن شاء الله ما يكونوا طولنا عليكم فيديو والله سهل الفيديو ممتع كان الفيديو عبارة فكرتين أول فكرة أنه أنا أكمل أطلع حدود لحالي والفكرة الثانية إيش كان الفكرة الثانية أشوف إذا حد أعمل لا بس تقيقي تعالي تعالي قلما تروح أنا نسيت شغلي عاف شو نسيت؟ قال لي بدي الحد 75 صحيح أنا نسيت آه ثم جد الحد الخامس والسبعين عاف شعني يعني عوض إن 75 أخوي عوض إن تعال أنا خلينا حلها إلى حال وإنت اللي فوق بتحليها لحالك وفرجيني حالك أخوي يا حبيب إن 75 أنا عوض إن 75 تعال فرجيك نجب ثقنا نحكي على هذا عشان آخر واحد في مساحة أو نجب على الخامس هيا هيا واحد إن يساوي هيا 75 هو قال لي بدي بقول له اب شو ريزن أنا اللي بعوض لك نعوض 75 باي يه 75 تربيع نقص واحد أكيد أكيد استعاني بالغالي نروع الغالي غالي إن 75 يلا 75 أستثنين أي أكيد عوض إن تحزر بدي أربحها بطاقة تعال 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 دقيقة شوية دقيقة ويهيه يتوقع لي توقع عنجت 75 تربيع تقريبا يعني طلع مئة وعشرين بربح بطاقة واحد قال لي ألف ألفين ثلاث تلاف أربعة تلاف واحد قال لي عشرة تلاف مثلا طلع الجواب عشرة تلاف ومية بربح بطاقة أهم شيء أعطيني المنزلة أنت بتتوقع مئة مئتين ثلاثمئة أربعة مئة اكتبونا بالتعليقات لا مش راح الله منش اكتبها رقم اقسم بالله مرعب شو هذا ونقص من واحد هذا حلولي يلا حالكم على التعليقات السرح أخش شربح بطاقة مجانية لسرد القلوب بطاقة صف العاشر بس توقع لي الرقم صح أول منزل الفيديو بدأخش عليه شوك من أول واحد راح يتوقع عنا الرقم وخمس سبعين تربيع سي يو بالجزء الثاني إخوان الحبايث الغوالي على القلب باي باي